نعلن فيها سحب الجزائر من ملف ترشح لتنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027 إذن هكذا تم الإعلان الرسمية اليوم من طرف رئيس الفاف الجديد وليل صادي عن انسحاب الجزائر من الترشح لاحتضان كاني 2025 وكاني 2027 بعد تدول أخبار في اليومين الماضيين عنية الجزائر سحبة رشحها لاحتضان الكان وأي منافسة رياضية مهما كان حجمها يأتي هذا في وقت طالبت فيه الكاف اليوم من الجزائر ومن الفاف حسب الصحفي بورقع بن عزوز عدم الانسحاب ومقابل منح الجزائر شرف تنظيم كاني 2027 لكن حسب الصحفي أن الفاف والسلطات الجزائرية رفضت الأمر وأصرت على تنظيم نسخة 2025 أو الانسحاب التام من الترشح وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد نشر بيانا يكشف من خلاله عن سبب انسحاب الجزائر من سباق احتضان كأس إفريقيا وهذا أهم ما جاء فيه الاتحاد الجزائري لكرة القدم قام رسميا بتوجيه رسالة إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يعلمه فيها بقرار سحب الجزائر لاستضافة كأس أمام إفريقيا في النسختين 25 و27 وقالت الفاف في البيان شرحنا للكاف على أن هذا الانسحاب يأتي نتيجة للنهج الجديد الذي تتبعه الفاف بأن استراتيجية وأيضا استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر وأن الاتحاد الجزائري سيقوم بتوجيه جهوده نحو إعادة تنظيم وتنشيط قطاع كرة القدم في الجزائر واختتم بيان الفاف بشكر إلى عائلة كرة القدم الافريقية وشكرها على تفهمها لهذا القرار الذي لا يعني بأي حال من الأحوال على أن انسحاب الجزائر من عن الرياضة في القارة الافريقية وبالحديث عن الفاف والاتحاد الجزائري لكرة القدم والرئيس الجديد لألفاف والإصاد الذي تسلم رسميا اليوم مهامه من طرف الرئيس المستقيل جهيد زفزف إذن إلى فيديو آخر بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته